بالأحرى هذه القائمة صارت ورقة لسجن هذا الزوج متى أرادت الزوجة لا يقبل من رجل أن يظلم المرأة ولا من مرأة أن تظلم الرجل هذه ورقة ظلم وورقة كذب يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخار في الهذيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأيمة القائمة قائمة المنقولات الزوجية عنها سنتكلم بإذن الله في هذا اللقاء هذه خصيصة لعلها في بلاد مصر لا أعرف بلدا آخر فيه هذا النظام المتعلق بالزواج حتى عندما كتبت على الفيسبوك أنني سأتكلم عن القائمة كثير من الإخوة السوريين قالوا يعني تكلم عنها نحن نسيانا ولا إيش يعني أنت سوري مثلنا على العموم سأتكلم إن شاء الله في عندنا أيضا مشاكل يعني في عادات الناس المتعلقة بالزواج لا بد من حلها لا بد من الكلام عنها وإيجاد حلول لها توافق شرع الله سبحانه وتعالى وأحب أن أنبه إلى مسألة مهمة عندما يكون هناك أمر متعلق بعادة بلد معين عادة متعلقة بهذا البلد فأنت تذهب وتسأل شيخ من بلد آخر ما حكم هذا الأمر؟ هذا الشيخ قد لا يكون تصوره عن هذا الأمر تصورا كليا فلا يستطيع أن يعطيك جوابا صحيحا فإذا كان عنده تصور جزئي هو عرف الجانب الفلاني من هذا الموضوع فأفتى على أساسه ستكون فتوى غير صحيحة في الغالب ولهذا أنا كنت أسأل كثيرا عنها فأقول سألوا شيخا من مصر أنا لا أعرف ليس عندنا قائمة ليس عندنا هذا الموضوع واحتجت إلى وقت حتى عرفت تفاصيل هذا الأمر وقرأت مقالات وسألت إخوة من مصر وفهمت بالأخير ما هو هذا الموضوع موضوع القائمة ولهذا سأذكر توصيفا ثم أزيد الزيادات التي صارت عليه فلا تأخذ جزء من كلامي وتترك الباقي الكلام مرتبط لأن هناك تسلسل الرجل في مصر إذا تزوج فإن الزوجة هذه ستشتري أغراضا من أغراض البيت في الغالب هي أغراض المطبخ البوتوغاز أو طباخ الغاز البراد الثلاجة أشياء المطبخ بشكل عام تشتريها الزوجة في الغالب وباقي الأغراض يشتريها الزوج الله سبحانه وتعالى لم يكلف الزوجة أن تشتري شيئا من أغراض البيت هذا أولا ثانيا هذه الزوجة إذا طلقت تزوجت شهرين طلقت ثم جاء رجل آخر وتزوجها هي عليها أن تشتري أغراض جديدة لذلك الزوج الجديد طيب هذه مشكلة هذه مشقة كبيرة على الأهل فلهذا كتبوا قائمة فيها هذه الأغراض التي اشترتها الزوجة هذه الأغراض في حال طلقها زوجها فإنه سيعيد لها هذه الأغراض بحيث أن هي ما خسرت وعندما تتزوج زواج آخر لا يكون في الأمر مشقة عليها فإذن أصل هذه المسألة أن هذه الأغراض كانت مساعدة لهذا الزوج لكي لا يشتري أغراض المنزل كاملة فأهل الزوجة ساعدوه بشراء أغراض ولكن يا أيها الزوج الكريم إذا طلقت ابنتنا فإنك ستعيد لنا هذه الأغراض إلى هنا الموضوع لا يزال مقاربا أهل الزوجة هنا إذا زوجوها لزوج جديد الزوج الجديد هل سيرضى بالأغراض القديمة التي كانت عند الزوج الأول أكيد لا فلابد من أن تأتي له بأغراض جديدة فعند ذلك قالوا لا أنت لن تعيد لنا نفس الأغراض التي استعملت والتي لن يرضى بها الزوج الجديد فلابد من أن تعيد لنا أغراض جديدة تشتري أغراض جديدة كالتي أدخلناها إلى بيتك أنت تشتري بدلا منها أو تعيد الثمن الذي أنفقناه عليها هنا ماذا يقع؟ إلى هذا الحد لسا في تكمله لسا في أشياء أخرى تتعلق بالقائمة لكن إلى هذا الحد إذا كان الزوج رضي بأن يأخذ مساعدة من أهل الزوجة هذه المساعدة مشروطة بأنه بمثابة الدين إذا طلقت ستعيد لنا هذه الأموال التي أنفقناها على هذه الأغراض التي اشتريناها لبيتك لمنزلك فوافق هو على هذه المساعدة فكانت بمثابة أن إذا تزوجت امرأة استقرضت من والدها مالا لأشتري به أغراضا للبيت لكن إذا طلقت فإن هذا الزوج سيعيد لوالدها هذه الأموال إلى هذا الحد الموضوع معقول ولكن فيه مداخل يعني عندما يكون الزوج يحتاج أنا سأعطي رقما من عندي هكذا ليس الواقع الزوج يحتاج إلى مئة ألف لتجهيز هذا البيت بجهاز كريم فيه الأشياء الأساسية التي يحتاجها الناس وليس فيه إصراف وليس فيه تقصير فحتاج مئة ألف وهو عنده المئة ألف وقادر على تجهيز بيته جهازا كاملا بالمئة ألف هذه فتأتي العروس وتقول لا أنا بدي أغراض زائدة وبيدي شيء اسمه النيش خزانة فيها كاسات وأشياء هكذا ستكون غالبا للعرض وأطقم للفراش وما شبه ذلك هذه زائدة عن اللزوم أشياء زائدة وأشياء من نوعيات فاخرة وما شبه ذلك فهي متطلباتها تكلف مئتي ألف فهو عنده مئة ألف والمئة ألف كافية ولكن الطلبات الزائدة جعلت التكلفة مئتي ألف وهو ما عنده مئة ألف فالمئة ألف الأخرى سيدفعها والد العروس أو هي وسيكتبونها على الزوج أن تكلفته بما لا يطاق وساعدته مساعدة مشروطة فعند ذلك نقول لا هو إذا كان سيكفي البيت بجهاز للبيت تجهيز البيت بجهاز كاف لمعيشة عادية ومتوسطة كما يعيش غيره من الناس فعند ذلك أنت ليس لك أن تطالبي بأشياء طبعا أنت حرة إذا أردت أن تتزوج مليونيات أنت حرة لا أقول حرام عليك لكن أنا أقول إذا هو كان قادرا على تجهيز البيت بهذا الجهاز وقال أنا هذا الذي أستطيعه تحبين أن تشتري أشياء لبيتك الذي ستسكنين فيه أنت حرة تشترينها وإذا خرجت من البيت تأخذينها معك إلى هذا الحد المشكلة ليست كبيرة المشكلة تكون كبيرة جدا حينما دخل في القائمة الأغراض التي يشتريها الزوج يعني قلنا هذه القائمة هي قائمة أشياء اشترتها الزوجة وستعود لها في حال الطلاق لكن كتبوا في هذه القائمة الأشياء التي اشتراها الزوج أيضا فالزوج صار مكلفا بإعادة الأشياء التي هو اشتراها للبيت بأن يعيدها لهذه المرأة في حال الطلاق جديدة ليس هذه المستعملة لا جديدة هو ليس عنده ثمن الأغراض التي أتت بها هي كذلك الأغراض التي اشتراها هو يحتاج إلى إعادة شرائها ليعطيها لها في حال الطلاق هذا تكليف كبير جدا وصارت تستغل هذه القائمة بأن الزوجة ملكة الرجل تستطيع في أي وقت أن تذهب إلى المحكمة وتطالب الرجل بهذه الأغراض لأنها عبارة عن وصل أمانة ليست فقط أنها أغراض وستستعمل وستعود لها لا هي هذه الأغراض بأمانة هذا الزوج وعليه أن يرجعها جديدة لهذه الزوجة كما أخذها جديدة فصارت الزوجة في أي وقت تستطيع الذهاب إلى المحكمة تعرض لهم هذه القائمة أريد هذه الأغراض من هذا الرجل أو يسجن فصارت هذه القائمة عبارة عن ورقة تخول الزوجة أن تسجن زوجها في أي وقت شات وليست عبارة عن شيء يتعلق بالأغراض وإنما هي عبارة عن ورقة بسجنه أعطى لها ورقة بسجنه وطبعا هناك حوادث تتعلق بهذا أن المرأة تكسر أغراض البيت ليأتي لها بجديدة وإلا ستطالبه عند المحكمة والمرأة التي إذا كان هناك بوادر طلاق بينها وبين زوجها ستأدي بالناس يأخذون الأغراض القديمة من المنزل وتعود وتطالبه بأغراض جديدة لأن بعض الأغراض مع الاستعمال قليل ستبقى جديدة يستطيع يعيدها لها لكن هي تأخذها تسرقها وتطالبه بشيء جديد ولم يكتفوا فقط بذلك بل أضافوا إلى هذه القائمة ذهب الزوجة الذي أهدي للزوجة حين زواجها وهذا الذهب أساسا موجود عند المرأة فكيف يكتب فيه وصل الأمانة أن الزوج هو الذي يحافظ عليه والمرأة هي التي تلبسه وقد تضيع بعضه تفقد بعضه أو قد تبيعه هي ثم بعد ذلك ستطالب الزوج به بل وأضافوا على هذه القائمة أغراضا وهمية فقط لتكثير هذه الأغراض وسيطالب بها الزوج في حال الطلاق فكانت هذه القائمة عبارة عن ورقة لإيذاء هذا الزوج بالأحرى هذه القائمة صارت ورقة لسجن هذا الزوج متى أرادت الزوجة وليس كما كان في البداية عندما تكلمنا في أول كلام أنه مساعدة للزوج ووالده سيساعد بشراء الأغراض وما شبه ذلك لا 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 صارت الآن هي ورقة ضغط على هذا الزوج ورقة لإهانة هذا الزوج متى أرادت المرأة ورقة لتهديد الزوج بها وأرسل لي بعض الإخوة نموذج من هذه القائمة مكتوف فيها أشياء أن الزوجة هذه لا يحق لها أن تتنازل عن هذه القائمة ولا يحق للزوج أن يكتب عليها كمبيالات أو وصول أمانة أو شيء من هذا القبيل بحيث أنه لا يعمل شيء بمقابل شيء بحيث أنها لا تضره والشيء سبحان الله جعلت هذه الورقة فعليا هي ورقة للضغط على الزوج وليست لحفظ حق من حقوق المرأة وعليه هذه القائمة فيها كذب فيها ظلم للرجل المشكلة بقى تعال تكلم عن ظلم الرجل هذا لا يتكلم عنه أحد ولا أحد يقول نطالب بحقوق الرجل لا يوجد هذا فقط حقوق المرأة حقوق المرأة على العين والرأس ولكن أن تظلم المرأة الرجل هذا جار مقبول لا يقبل من رجل أن يظلم المرأة ولا من مرأة أن تظلم الرجل هذه ورقة ظلم وورقة كذب وورقة أذى وورقة لنزع القوامة من الرجل والمشكلة أن الرجل إذا رفض أن يوقع على هذا الجور سيقول له والد المرأة أنت ما تضمنه نحن ما أعطيناك بنتنا أنت ما تضمن ما تأتمن على مثل هذه الورقة طيب أنتم تعطوني بنتكم ألستم تأتمنوني؟ توقعوني على ورقة فيها سجني وفيها إذائلي بهذه الطريقة الزواج هكذا إذا كنتم لا تأتمنون هذا الرجل لا تزوجه يا أخي من البداية إذا كنتم لا ترضون بوضعه المادي لا تزوجه هذا الرجل قادر على تجهيز البيت بمئة ألف وقادر على إعطاء مهر للمرأة مثلا ما أعرف خمسين ألف ولا ما أعرف أنا أذكر أقام هكذا إعطاء مهر هكذا يعني هدية لها المهر الأصل فيه أنه هدية لهذه المرأة هدية من الزوج لزوجته على حسب قدرتي يشتري لها شيئا من الذهب يعطيها شيئا من المال مثلا تشتري فيه لباس لها أو ما شبه ذلك هو قادر هدي مقدرته إذا أعجبكم الرجل ورضيتم بما يقدر عليه أهلا وسهلا زوجوه وجدتم عنده شيء من النقص تستطيعون أن تساعدوه مساعدة أهلا وسهلا جزاكم الله خيرا اشترطتم علي أن تكون هذه المساعدة له دينا في رقبته يعيده لكم في حال حدث الطلاق أهلا وسهلا لكن لا تضيقوا عليه وتطلبوا منه طلبات كثيرة وتقرضوه ثمنها هذا يكون في حال هو لا يستطيع تجهيز البيت كاملا نعم نقول ساعدوه بشراء أغراض المنزل لكن أن تكلفوه فوق طاقته هذا غير مقبول إما أن ترضوا بهذا الرجل وترضوا بوضعه ويتزوجان ويبارك الله سبحانه وتعالى لهما ويبنون شيئا فشيئا والله أنا لو لا الإطالة لذكرت لكم أمثلة من واقع أعيش من أشخاص أعرفهم أشخاص كانوا يعيشون على الفراش فراش على الأرض هذا بيتهم هذا الموجود في بيتهم فراش موضوع على الأرض حتى حصير تحت الفراش لا يوجد ثم أغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله إذا كان هذا الرجل أهل أن تزوجوه هذه المرأة ووجدتموه إنسانا على دين وعلى خلق ورضيتم به الله يبارك لهما ارضوا به على ما هو عليه والله يبارك لهما أو إن كنتم تريدون إنسانا ثريا فخلاص أهلا وسهلا بك ولكن لا يوجد نصيب للزواج وانتظر الثري أن يأتي أما أن تكلفوا الشخص فوق طاقته وتتبون عليه ورقة في سجنه وتهدده المرأة بها يعني متى ما أرادت هذا الأمر ليس فيه بركة لي يجعل الزواج هذا الزواج مباركا عندما هو يشعر أنه باق مع هذه المرأة تحت ضغط التهديد بهذه الورقة عندما تقول له المرأة هذه الأغراض التي أنت تجلس عليها لي هذه كلها تحدث النزاع والشقاق بين الزوجين مثل هذه الأمور تجعل الزواج مبني على التعاسر ليس على التعاسر ليس على المشاركة في الحلو والمر ليس على الاشتراك وكأنهما يداً واحدة في هذا البيت وفي بناء حياتهما ولكن هي تهدده بالورقة وتهدده بكذا وبالأغراض هذا الأمر لا يحدث إلا الشقاق انظروا إلى حالات الطلاق انظروا إلى نسبة الطلاق الموجودة الآن من النسب العالية جداً مقارنة بباقي البلاد هل وجدتم في هذا حلاً؟ الحل في التياسر بالعودة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة يعني اللي مهرها يسير وأمورها يسيرة هذه فيها بركة في هذا الزواج ستكون بركة لكن في هذه الطريقة المستحدثة البدعية ليست طريقة حسنة وإنما هي فيها مخالفة لشرع الله فيها كذب فيها إخلال بنظام الحياة الزوجية فيها ظلم وتجبر وهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى هذا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته